موسيقى أسعد الله صباحكم أهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأخبار نبدأها بالعنوية المقاومة الفلسطينية تواجه قوات الاحتلال في محاور الاشتباك بالقنص والكماء وأبو عبيد يؤكد مقتلى 15 جنديا من المسافة صفر والتدمير 43 آلية عسكرية خلال الأيام الماضية معلومات للميادين تؤكد أن المقاومة الفلسطينية لن تسلم الأسرى العسكريين قبل وقف إطلاق النار وحصولها على الضمانات اللازمة وعوائلهم تتظاهر مجددا في تل أبيب وتندد بسياسات نتنياهو قدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف محافظتي الحديدة وساطف اليمن والبخيط يؤكد للميادين أن قواعد الاشتباك كوسيرات وعلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة المقاومة الإسلامية تواصل إسناد غزة وتكشف تنفيذ 961 عملية منذ بدء طفان الأقصى وفي العراق المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد القوات الأمريكية وتوثق استهدف قاعدة حقل العمر النفطي في سوريا أهلا بكم إذن تخوضوا المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور التواغل بغزة خصوصا غرب مدينة غزة ووسط مدينة خان يونس وأطراف حي الأمل مكبدة الاحتلال المزيد من الخسائر في العديد والعتاد كتائب القسام أعلنت قنصة جنديا إسرائيليا في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة واستهداف مجموعة من الجنود بعد تحصنهم في أحد المنازل في المنطقة كما استهدفات القسام ثلاثة دبابات مركابة وجرافة عسكرية من نوع دي ناين في حي الصبرى بمدينة غزة الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة كد تدمير ثلاث واربعين ألية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الماضية وأشار أبو عبيدة إلى تمكن المقاومين من القضاء على خمسة عشر جنديا إسرائيليا من نقطة صفر وقنص ضابط وجنديا وإقاع العشرات بين قتيل وجريح في سبع عشرة مهمة عسكرية مختلفة أبو عبيدة كد استهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وتفجير مدخل نفق في عدد من الجنود والاستلاء على أربع طائرات درون كما ذكت المقاومة التجمعات العسكرية بقذائف الهاون في جميع محاور القتال ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها سرايا القتس من جانبها أعلنت خوض اشتباكات ضارية مع جنودي وأليات الاحتلال في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خان يونس ونشرت مشاهدة من الرشقة الصاروخية التي قصفت بها المواقع العسكرية وتجمعات الاحتلال اشتركوا في القناة وبموازات المعارك الضارية يوصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الثاني والعشرين بعد المئة في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة استشهد فيها ثلاثون شخصا في الوقت الذي ادعى أنها منطقة آمنة وفق بيان للمكتب الاعلامي الحكومي في غزة دعا الاحتلال المواطنين إلى اللجوء إلى المدينة ثم ارتكب فيها مجزرته المروعة وهو ما يدخل ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ينتهجها في القطاع وفق إشارة البيان وأحمل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة فضلا عن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والرئيس بايدن نفسه كذلك أطلقت طائرة كوات كابتر إسرائيلية نار على مخيم خمسة جمالية مخيم صيرات وشبت حرائق في برج السوسي في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة بعد استهداف إسرائيلي وفي جنوبي القطاع نفذت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على منطقة العمور شرقية بلدة الفخار شرق خان يونس كما جرى قصف حي المنارة ومحيط مستشفى الأمل في المدينة المجازر الإسرائيلية تأتي فيما أكدت وزارة الصحة في غزة وصول حاصلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى 27365 اشتركوا في القناة جالت كاميرا الميادين في المناطق الشمالية الغربية من القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال منها وأشار مراسلنا محمود العواضية إلى أن الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال كبير جدا وأفاد بأصول أعداد كبيرة من الجثث المتحللة إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة نكون بجولة كبيرة في هذه المناطق التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير وبشكل واسع وبحسب ما أعلنت أيضا وزارة الصحة بالأمس بأن عشرات عشرات الشهداء وصلوا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في منطقة كشرر بيتلاهية شمال قطاع غزة وهم عبارة عن أشلاء وهم عبارة عن بثاميل متحللة وبعضهم أيضا عبارة عن جماجم وعظام لهم أكثر من مئة يوم في تلك المنطقة لم تستطع الصواقم الطبية والإصعافات الوصول إليها في تلك المنطقة ربما هدوء حذر في مناطق الشمال قطاع غزة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمأساوية في مناطق الشمال قطاع غزة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات إلى مناطق شمال قطاع غزة وهذا الأمر زاد من معاناة الأمناس والأهالي هنا في مناطق شمال قطاع غزة سيبقى الفلسطيني متمسكا بأرضه محبا للحياة سوف نبقى هنا كي يزول الآلم سوف نحيا هنا سوف يحل النغام هنا فوق ركام هذا المنزل يتفقد أحمد ركام منزله الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة باحثا عن عوده الذي بقي صامدا بالرغم من تضرره بفعل القصف الإسرائيلي في بل الحرب على القطاع تعرض منزلي للقصف يعني بحثت عن أول شيء عن عودي يعني هذا العود له تقريبا معي ما يقارب تلتعشر سنة وجبته يعني كانت أول شيء أنا أجيبها إلي يعني في هذا الوقت حوشت من مصروفي ومن شغلي واشترك هذا العود فأحمد يتمسك بعوده كما يتمسك بأرضه لأن عوده هو من يغني به لأجل فلسطين محمود العوضية شمال غزة الميادين أفادت مصادر الميادين بأن حركة حماس تجري مروحة مشاورات مع الفصائل الفلسطينية وحلفائها وأصدقائها من الأحزاب والقوى الإقليمية بشأن صفقة تبادل الأسرة وأضافت المصادر أن المفاوضات تدور حول وقف إطلاق النار والانسحاب والأسرة والإعمار والنازحين وإدخال المساعدات ورفع الحصار وجزمت المصادر أن المقاومة لن تسلم الأسرة العسكريين من دون ضمان وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وملف الإعمار ورفع الحصار ولفتت إلى أن قوى إقليمية أكدت لحماس أن المسار يؤدي عمليا إلى وقف إطلاق النار ولا يمكن لإسرائيل أن تستأنف الحرب في وقت نصف اتفاق باريس بوضوح على آلية تبادل الأسرة وتجاهل موضوع وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر رأى أن إسرائيل باتت بحاجة ماسة إلى التهدئة وأضاف الطاهر في حديث إلى الميادين أن الحكومة الإسرائيلية تتلكأ في إعطاء التزام بشأن بند الكل في مقابل الكل مؤكدا أنه لا بد من إطلاق سراح الأسرة الفلسطينيين الجدد الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة في الفترة الأخيرة ومسألة السجون مسألة جوهرية وأساسية بالنسبة للمقاومة الفلسطينية لماذا؟ لأنه كمان إسرائيل تتلكأ بموضوع أنها لا تعطي التزام بموضوع الكل مقابل الكل نريد تحرير كل أسرانة في سجون الاحتلال وفي هناك موضوع آخر أيضا في غاية الأهمية الآن اعتقلوا آلاف الآلاف من قطاع غزة واعتقلوا آلاف في الضفة الذين اعتقلوهم في غزة ممنوع أن يروح أي محامي يقابلهم واتخذوا قرار بالحكومة الإسرائيلية أنه من هون لأربعة شهر ممنوع أي محامي يقابل أي معتقل هذا يدلل أن هناك جرائم تقترف وتعذيب شديد وتنكيل بالأسرة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية إلى ذلك أعلن رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو أن تل أبيب لن توافق على أي صفقة بأي ثمن وخلال اجتماع لمجلس الكابرة نفى نتنياهو ما تتناقله وسائل إعلام حول موافقة حكومته على صفقة تبادل أسرة لافتا إلى أن عملية البحث عن الأسرة مستمرة وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها إذا لم يكن هناك توافق مع الأمريكيين الجهود مستمرة لتحرير الأسرة وكما أكدت أيضا في مجلس الوزراء الموسع لن نوافق على صفقة بأي ثمن هناك أشياء كثيرة تقال في وسائل الأعلام كما لو أننا وافقنا عليها نحن ببساطة لن نوافق في غضون ذلك تظاهر أهالي الأسرة الإسرائيليين في غزة أمام المقر العسكري الإسرائيلي في تل أبيب وقام المتظاهرون بإغلاق الطريق المؤدي إلى الاجتماع على نحو متقطع كما طالبوا بالتوصل إلى اتفاق فوري لإطلاق سراح الأسرة هم في غزة منذ أكثر من 121 يوما هذا أكثر من اللازم لقد حان الوقت لإعادتهم لن يتمكن من البقاء على قيد الحياة إذا ظلوا هناك يوما آخر لا يزال لدينا 136 رهينة في أنفاق حماس ونتوقع بعد 121 يوما أن يعيدوهم إلى ديارهم لأنهم لم يعد بإمكانهم البقاء على قيد الحياة كل يوم يمر يموت أحدهم لذلك نتوقع أن تحصل الحكومة على الصفقة بأي ثمن لإعادة جميع الرهائن وعلى وقع استمرار الحرب من دون تحقيق الأهداف ينقسم الشارع الإسرائيلي بين مؤيدا ومعارضا لصفقة تبادل أسرى بأي ثمن وأكثر ما تظهر بوادر نقمة الجمهور الإسرائيلي على قيادة الحرب ولسيما بن يمين نتنياهو هيثم عباني مع غرق الجيش الإسرائيلي في وحول جبهة غزة وعلى وقع المأزق على جبهة لبنان تتدحرج كرة ثلج الاحتجاجات والتظاهرات في الجبهة السياسية الداخلية وتبرز بوادر انقسام إسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى الأمر عكس في الشارع عبر تظاهرات منها ما هو مؤيد لصفقة تبادل وأخرى معارضة لهذا التوجه هناك تظاهرة صغيرة في شارع كابلان ضد صفقة تبادل مع حركة حماس يكون ثمنها باهضا جدا لكن الحدث المركزي هو التظاهرة التي شارك فيها الآلاف ضد الحكومة ورئيسها وللمطالبة بإجراء الانتخابات الآن الآلاف هنا تجمع في تل أبيب لإسماع صوتهم من أجل إعادة جميع المختطفين إلى الآن نحن نتحدث عن 120 يوما من الأسر لمائة وستة وثلاثين إسرائيليا معظمهم على قيد الحياة ومع ارتفاع مؤشر الأخفقات العسكرية على الجبهات واستمرار ارتفاع عداد القتلى في صفوف الأسرة في قطاع غزة بفعل همجية آلة الحرب الإسرائيلية يتنامى الغضب على نتنياه من كل الاتجاهات ويكثر الحديث عن إرهاصات تفكك حكومته واضح للجميع أن صفقة التبادل التي يتحدثون عنها لن تكون كما حدث في الجولة الأخيرة فالأثمان ستكون أثقل وأكثر تعقيدا لجهة المصادقة عليها من الناحية السياسية الداخلية وفيما لا تتوقف التحذيرات من عواقب الانقسامات داخل الحكومة وبين صناع قرار الحرب انقسم الجمهور الإسرائيلي حول إدارة الحرب وقياداتها حيث أظهرت استطلاعات رأي أن أغلبية 58% من الإسرائيليين يرون أنه لا يمكن الاعتماد على نتنياه في إدارة الحرب وأن 49% يعتقدون أن على الوزير بنيغانتس البقاء في الحكومة قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل إن وقف التمويل عن وكالة الأونروا سيعرض حياة مئات الألاف للخطر بوريل رأى أن الأخطاء الفردية ينبغي أن لا تؤدي أبدا إلى عقاب جماعيا لشعب كامل على حد قوله وذكر أن المفاوضية لم تقرر وقف التمويل إلى جانب ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك أجرى وفد من البرلمان الفرنسي برئاسة النائب إريك كوكريل زيارة نحو معبر رفح للإطلاع على حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة وللمطالبة بوقف فوريا لإطلاق النار في القطاع كوكريل قال في تصريح للميادين أن هذه الحملة هي الأولى لوفد برلماني فرنسي وأن الهدف منها الضغط على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي من أجل وضع حد للحرب مؤكدا أن الحل الوحيد لوصول المساعدات إلى غزة هو وقف إطلاق النار لا أتوقع أن نتمكن من دخول قطاع غزة بسبب القصف المستمر الحل الوحيد لوصول المساعدات إلى غزة هو وقف إطلاق النار وأنا سعيد بجهود فرنسا تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رمالة كما حاصرت أحد المنازل داخل مخيم العين بنابلس وسط اشتباكات مستمرة كما استهدف عدد من الشبان قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام بلدة بيت أمار شمال الخليل وفي طول كرم أعلنت سراي القدس كتيبة طول كرم استهداف آليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اشتباكات مسلحة في ديوان الجلاد دوار السلام من جهتها أكدت كتائب القسام في طباص أن مجاهديها استهدفوا آليات الاحتلال المقتحمة للمدينة بوابل من الرصاص إلى اليمن حيث أفاد مراسل الميدين بشن الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية 11 غارة على محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي البلاد وضمن عدوانها المتجدد على اليمن قامت القوات الأمريكية والبريطانية بشن أربع غارات أخرى على محافظة صعدة شمالية البلاد ثلاث منها استهدفت مديرية باقم وغارة على منطقة شرق مدينة صعدة رأى عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن غير مؤثرة وأضاف البخيتي في حديث إلى الميدين أن قواعد الاشتباك التي فرضتها البلايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا كسرت لا بد أن ندرك أهمية العامل النفسي في هذه المعركة التي نخوضها فللأسف الشديد أن أمريكا وبريطانيا وكذلك أبيان الصهيوني قد تمكنوا خلال الفترة الماضية من فرض قواعد اشتباك للصالح لأن من حقهم العدوان وأن العربي ليس من حق الرد لكن طبعا هذه القواعد قد كسرت الواحد تلو الأخرى فمثلا فزب الله هو من تصدر كسر إحدى تلك القواعد الاشتباك برد مع الكيان الصهيوني أنه إذا كان هناك أي أجوان صهيوني فبالتالي سيكون هناك رد حتمي تتعرض محافظة الحديدة الاستراتيجية في اليمن لاستهداف عنيف تركز هذا الاستهداف على بنيتها التحتية ومعظم مقدراتها فمنذ عام 2015 وحتى اليوم وهي تدفع ثمن لعنة الجغرافيا وتحوله إلى نعمة الجغرافيا فتستخدم مياه البحر الأحمر لتحاصر من يقتل ويحاصر الأطفال والنساء ويقطع الماء والغذاء عن فلسطين من الحديدة عبدالله الفرح الحديدة المحافظة المطلة على حدود بحرية استراتيجية تعد أهم وأكبر محافظة يمنية مطلة على ساحل البحر الأحمر يمتد ساحلها بين محافظتي تعز وحجة يعيش أبناؤها حياة عادية وتستمر فيها حركة الناس في ظل العضوان الأمريكي البريطاني الذي يستهدف مدنها ومواقعها لكنها تصمد من أجل فلسطين الحياة طبيعية في الحديدة وعايشين الناس رغم العدوان اللي علينا وفلسطين تستاهل الصبر والتضحية منذ الثاني عشر من يناير إنهالت غارات العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة الحديدة وسائل المحافظات اليمنية فخلال الساعات الماضية استهدفت ثمانية غارات عنيفة اللحية والصليف شمالا والدريهمي جنوبا في محافظة الحديدة ويشهد الساحل الغربي توترات شبه يومية وإن بدت هذه الأمواج هادئة يؤكد أبناء الحديدة أن الحرب لن توهن عزمهم أو تدفعهم إلى التراجع عن مواقفهم المؤازرة لغزة وأطفالها بل ستجعل منهم رقما صعبا في الساحة الدولية هذه الغارات على محافظة الحديدة إنما تجدنا عزم وإصرار أننا مع الله وفي سبيله ونصرة لأبناء غزة وأننا ثابتون وصامدون ومشتاقون لقائم ومشتاقون للشهادة لنتظرنا غاراتهم ونقول لبريطانيا وأمريكا وأسرائيل مهما ضربت مهما ضربوا فيها الحديدة ما تجدنا إلا قوة وصلابة الحياة اليومية هنا على سواحل البحر الأحمر مستمرة رغم القصف والغارات ورغم خضوع بعض مديرياتها لسيطرة القوات المدعومة إماراتيا كأرخبيل جزر حنيش وزقر فإنها تشارك في صنع التاريخ وهي في خضم المعركة ولن تترك قضاياها المركزية والبحر الأحمر يتسع عمقه لجميع الأعداء الحديدة عروس البحر الأحمر كما يحب أبناؤها تسميتها تتحول إلى حارس للبحر من أي اعتداء أمريكي بريطاني ويعيش قاطينوها حياتهم الطبيعية رغم الاستهداف وقرب البوارج منهم من محافظة الحديدة الساحلية أبدالله الفرح الميادين إلى ذلك أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن كل هجمات الأمريكيين والبريطانيين وضرباتهم هي من أجل بقاء الحرب والحصار على أبناء غسة موقف الحوثي جاء خلال تخريج دفعة من دورات التعبئة العامة لطفان الأقصى بمديرية أرحب شمال شرقي صنعاء موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أما البريطانيين والأمريكيين فكل هجماتهم وضرباتهم واستفزازهم وتحركهم ورعونتهم في استخدام سلاحهم إنما يستخدمونها من أجل هدف مشين وإبقاء الحصار على أبناء غزة من أجل إبادة أبناء غزة إنهم إرهابيون إنهم مجرمون إنهم لا أخلاق لهم ولا قيم القبائل اليمنية الجاهزة ومستعدة لخوض معركة الكرامة وللانتصار لنصرة أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين 120 يوم من الإجرام الصهيوني الإسرائيلي الذي رأى العالم الوجه الحقيقي لأمريكا والإسرائيل والبريطانيا وكل من نفذي لفهم من القتل من الإبادة من التجويع من الحصار الخانق من تقطيع الأشلاء وإذ ذكاب أبشع الجرائم هي التي حركت كل القبائل والشرفاء قبلة أرعب حجرة اليوم ليست للعرض وإنما لمواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي والبريطاني ودعونا نحن جاهزون لن نتأخر دقيقة واحد إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة حيث أفاد مرسلنا باستهداف الاحتلال عددا من البلدات الحدودية المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت استهداف مواقع المرج والعباد ورويسات العلم والزبدين في مزارع شبعة إلى جارب استهداف مبنيين في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أعلن تنفيذ تسعمائة وإحدى وستين عملية خلال مائة وعشرين يوما من الحرب إلى ذلك قالت وسائل وإعلام إسرائيلية أن الأعمال في مستوطنات الشمال ومدنه تضررت كثر من نظيراتها في الجنوب المحاذية لقطاع غزة القناة السابعة الإسرائيلية أشارت نقلا عن بيانات رسمية إلى أن النشاطات التجارية في كرياتشمونة وشلومي في الشمال تضررت بصورة كبيرة مع انخفاض النفقات بنسبة 75% مضيفة أن المدن التي تعتمد على السياحة الداخلية كتبرية في الشمال وإلات في الجنوب تعاني أضراراً اقتصادية كبيرة وتشهد انخفاضاً كبيراً في الانفاق من جهة أخرى ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن وزير الخارجي الفرنسي ستيفان سيجورني الذي يزور المنطقة سيصل إلى تل أبيب لبحث تسوية مع لبنان وقال موقع يدعوت أحرانوت إن الجانب الفرنسي ينسق مع أموس هوكستين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن لكنهم يتصرفون بشكل منفصل عنه وكشف مراسل الشؤون السياسية في قناة كان الإسرائيلية نبتعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود ما بين ثمانية وعشرة كيلومترات هو أحد المطالب الثلاثة التي عرضها وزير الأمن الإسرائيلي أف جالنت على الوسيط الأمريكي أموس هوكستين فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية التقى وزير الأمن جالنت اليوم الوسيط الأمريكي أموس هوكستين وقال له إن إسرائيل مستعدة لكل شيء لإزالة تهديد حزب الله فالطلب الأول هو إبعاد قوات الرضوان عن الحدود إلى النهر الليطاني والمطلب الثاني يرتبط بقدرة حزب الله على إطلاق صواريخ ضد الدروع وهذا يتطلب الابتعاد عن الحدود ما بين ثمانية وعشرة كيلومترات أما الطلب الثالث فهو وقف إطلاق النار وأن تتحقق الشروط وعندئذ نستطيع أن نطلب من السكان العودة إلى الشمال إلى العراق حيث نشرت المقاومة الإسلامية مشاهدة توثق اللحظات الأولى لاستهداف القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي في سوريا مساء الأحد وكان العراقيون شيعوا أمس شهداء العدوان الأمريكي على البلاد وفي عدى السياق أكد رئيس هيئة الحجد الشعبي في العراق فالح الفياض أن العدوان الأمريكية يمثل استهدافا وقحا لقوات الحجد الشعبي الفياض رفض خلال التشييع أن تكون دماؤهم مادة سياسية رخيصة ودعا إلى تطهير أرض العراق من الوجود الأجنبي نشد على يد السيد الرئيس رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما عليه من أجل الدفاع عن سيادة وكرامة وعز العراق ولن يكون ذلك إلا بمغادرة هذه القوات لأرض العراق تطهر أرض العراق من كل وجود أجنبي لا يمكن أن نقبل بهذه الحالة لا يمكن أن نقبل بأن يقتل أبناؤنا ونقوم بعملية التشييع والتأبين فقط هذا ما لا نرضاه ولا نقبله أبدا الفياض حذر من أن استهداف الحجد الشعبي هو لعب بالنار مشددا على أن دماء الشهداء ليست في خدمة الأجندات الانتخابية للبعض استهداف الحجد الشعبي لعب بالنار فأنا أحذر كل من له بصيرة أن لا يكرر هذه العملية لأنها ستكون عملية خضيرة أبناؤنا متواجدون على الحدود للدفاع عن العراق وليس لهم أي أهداف أخرى أما أصحاب اللجندات الذين يحاولون أن يستخدموا دماء أبنائنا جدا سياسية بسوق انتخاباتهم وما شابه ذلك فهذا ما لا نقبل به ولا نرتضيه لأنفسنا ولا لتأريخنا ولا لعز شهدائنا وأبنائنا وكان رئيس أركان هيئة الحجد الشعبي أبو فدك لمحمد داوي عين المواقع المستهدفة بالعضوان الأمريكي في القائم وعكاشات غربية الأنبار ورافق لمحمد داوي وفد نيابي وأمني برئاسة رئيس مجلس النواب النيابة محسن المندلاوي وقيادات من العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على أثار الدمار الناجم عن القصف على قواطع الحجد الشعبي في الأنبار بعد الغارات التي أدت إلى ارتقاء سبعة عشر شهيدا وإصابة خمسة وثلاثين آخرين زيارتنا لمدينة القائم ولمنازل المدنيين وكذلك لمقرات المجاهدين من هيئة الحجد الشعبي الأمريكا خرقت كل القوانين الدولية في اعتداءها الآثم الأخير واستخدامها السماء العراقية وممارساتها الممنهجة وارتكابها لجرائم ضد الإنسانية وتريد توسعة نطاق المعركة باتجاه أن يكون العراق ساحة مرة أخرى وخصوصا ما شاهدناه من حوادث على الحدود العراقية السورية والأردنية وهذا دليل على أنه نواياهم باتجاه عودة الإرهاب إلى العراق ولكن بهمة الأبطال والمجاهدين بالتأكيد هذا لن يكون من ضمن الاستهدافات كان هناك استهداف للمدنيين الآمنين في منطقة السكك في عكاشات وكما شاهدت من خلال كامرتكم العوائل والمدنيين والآمنين أدانوا واستنكروا هذه الاعتداءات في الحقيقة هذه الاعتداءات هو انتهاك للسيادة وانتهاك لأمن العراق وزعزعت لمنجز النصر الذي تحقق طيل السنوات الماضية قال مستشار الأمن القومي في البيت العبيد جيك سوليفان في مقابلة تلفزيونية في قناة NBC إن الغارات التي بدأتها واشنطن الجمعة ليست نهاية الأمر وستتخذ إجراءات إضافية في إطار ردها على الضربة الجوية في الأردن بطائرة مسيرة الرئيس جو بايدن كان واضحا منذ البداية بأنه عندما تستهدف القوات الأمريكية فإن الولايات المتحدة سوف ترد أمر الرئيس كان حازما وجديا وهو ما يحدث والضربات التي بدأتها واشنطن ليست نهاية الأمر وهناك مزيد من الخطوات في رد واشنطن على الضربة الجوية في الأردن بطائرة مسيرة عضو المجلس السياسي في حركة النجباء في راسل ياسر أكد في حديثه إلى الميدين أن أي استهداف للمقاومة سيقابله رد مؤلم ضد المصالح الأمريكية في المنطقة يعني نحن تحدثنا سابقا أن كل المصالح الأمريكية في المنطقة هي محل استهداف بالنسبة للمقاومة الإسلامية العراقية بل ربما المقاومة الإسلامية لديها بخطوط ومسارات المصالح الأمريكية التي لم يعلن أنها حتى في الإعلام فضلا عن إمكانية الذهاب إلى التعاون والتعاضد مع أنصار الله وما يقومون به من بطولات في البحر الأحمر قد نتعاون في تعاون المقاومة الإسلامية وربما هناك تنسيق بتوجيه ضربات إلى البحر المتوسط لإعاقة أي ملاحة تجارية أو أي تعاون تجاري في البحر المتوسط يمكن أن يدعم الكيان الغاصب ربما نصل إلى هذه المرحلة فبالتالي هناك أعداد وأقولها بصراح هناك أعدادات كبيرة لدى المقاومة الإسلامية وهي تنظر إلى وتتركب الواقع العراقي بل المشهد المحلي والأقليم والدولي وحاضر لدى أبناء المقاومة الإسلامية وحتى هذه الضربات الأخيرة تكشف عن خشية خشية الولايات المتحدة الأمريكية من ردود فعل المقاومة الإسلامية وهذا أيضا يؤكد أن معادلة الردود لدى المقاومة الإسلامية لا تزال حاضرة وبطول ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان هاتفيا مع كل من نظيره المصري سامح شكري وزعيمي حمس والجهاد إسماعيل هنية وزياد النخالة ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل ناقش آخر المستجدات في قطاع غزة ومساعي وقف إطلاق النار وجدد عبداللهيان تأكيد إيران الدائما أن الحرب ليست حلا وأن حفظ أمن الملحة البحرية مفهوم لا يتجزأ من سواحل البحر المتوسط إلى البحر الأحمر مشددا على أن أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين هو أمن المنطقة حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من صراع أوسع في المنطقة إذا لم يجري التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة كلام شكري جاء خلال استقباله نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في القاهرة ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل سياسي في إطار حل الدولتين هناك توافق في المجتمع الدولي بأن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولا بد أن يتم تحديد إطار زمني لإقامة الدولة وتعامل مع خفة القضايا وزير الخارجية الفرنسي أعرب لنظيره المصري عن قلق باريس من الهجمات على رفاح مؤكدا تفاهم قلق الجانبي بشأن التهجير القصري للفلسطينيين إلى أراضيهم استحضرنا مع نظيرنا المصري ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي عواقب الحرب في غزة التي شعرت بها أيضا على حدودكم أنتم قلقون بشأن التهجير القصري للناس إلى أراضيكم ونحن نتفهم ذلك تماما نتفهم مخاوفكم وموقف فرنسا الثابت ندين ونرفض كل الأعمال التي تشكل تهديدا في هذا السياق فنحن مثلكم أيضا قلقون من الهجمات على رفاح حذر وزير الخارجية تركيها كانفيدان من خطر توسع الحرب إقليميا بسبب ما يجري في غزة ودعا إلى التركيز على وقف المذبحة التي تجري في غزة في أقرب وقت ممكن فيدان وفي مقابلة مقناة اي خبر التركية قال إن إسرائيل تدمر البنية التحتية التي يعيش فيها الناس في غزة وتتركهم في حاجة إلى الماء والكهرباء والاتصالات وأضاف أن إسرائيل ستشعر بالأمان عندما تتوقف عن الكذب مؤكدا أنها تسعى إلى الحصول على الأرض وليس الأمن وألف تأفدان إلى أن سياسة نتنياه جلبت الكوارث وأن الأمن ليتحقق في إسرائيل إلا حين تمنح للفلسطينيين أرضهم الخاصة أحبط عمال خدمة أحد المسارح في لندن حفلا للتبرع للجنود الإسرائيليين كان ينوي تنظيمه المعلق السياسي البريطاني دوغلاس موراي وفي حسابه على منصة X أكد موراي وهو عضو في جمعية هنري جيكسون إلغاء الحفلة الذي كان يريد إقامته بوسط لندن بعد رفض عمال الخدمة في المسرح إغراءات مالية بمضاعفة أجرهم اليوم ثلاث مرات مع قربي دخول الحرب على غزة شهرها الخامس وشن الولايات المتحدة عدوانا على ثلاث دول عربية أي تغير على مواقف الفنانيين والنخب مع الواقع الجديد في ظل توحش الاحتلال على كل الصعود كما وضعت على هذا الجدار في مدريد ستبقى هذه الصورة التضامنية مع غزة معلقة في الأذهان هي واحدة من آلاف مظاهر الدعم والتضامن من المنظمات والفنانين والنخب عالميا مع غزة في أسقاع الأرض أرادتها منظمة السلام الأخضر في العاصمة الإسبانية مدريد الشهر الماضي حركة تعبيرية من خلال احتجاج في متحف ريناسوفيا للفنون في الدول العربية جردة في مسار معاكس تعيدنا مباشرة إلى كيفية تعامل الجزء الأكبر من الفنانين والنخب مع الواقع الجديد في ظل توحش الاحتلال على كل الصعود فموسم الرياض مثلا كان المحطة الكبرى والأضخم في هذا المسار وجاءت انطلاقة فعالياته بعد 21 يوما فقط من بدء معركة طوفان الأقصى على أنقاض بيوت غزة ودماء شعبها انطلق موسم الرياض في 28 من 21 أكتوبر عام 2023 غابت عن الموسم مظاهر التضامن مع غزة وسكانها إلى حد اتهام الرياض بمحاولة التعتيم على العدوان بعد شهرين فقط على انطلاقة موسم الرياض جاءت وفاة أمير الكويت ليعلن القيمون على الموسم تعليق الحفلات الغنائية حدادا في قرار حمل كثيرا من الازدواجية بعض المغنين ذبلت جفونهم حدادا ولكن لم يرف لهم جفن على غزة وأطفالها أينهم اليوم ليس من غزة وحسب بل من منطقة كاملة تهدد ويعتد عليها قصف على العراق وسوريا واليمن ولبنان دماء ودمار في كل مكان فيه مقاومة تدافع عن فلسطين فإلى أين يعجب أن تصل الأمور حتى يسير هؤلاء في ركب المناضلين أو ينتبه إلى أن فلسطين هي أرض خضراء بألوان زاهية تستحق الغناء في مدينة نيويورك الأمريكية نظم ناشطون ومؤيدون للقضية الفلسطينية تظاهرة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية واللفتات المنددة بالعضوان على غزة المشاركون أكدوا خلال المسيرة على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى تحرير أرضه واستعادة حقوقه معربين عن استنكارهم الصمتة الدولية تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني حذر تقرير بريطاني رسمي جيش البلاد من التورط في حروب كبيرة وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقرير للجنة الدفاع وبحسب الصحيفة أكد أنه يتم إخفاء وجود نقص حاد في القوات والتجهيزات تحت مسمى حجاب السرية وأن الجيش البريطاني يعد حاليا الأضعف في تاريخ المملكة المتحدة نتيجة أوجه القصور الكبيرة في القدرة التي تشمل نقصا في المركبات والدبابات وحتى الذخيرة فنزولا أحيت ذكرى ثانية وثلاثين للثورة التي قام بها القائد الفنزولي هوغو تشافيز واحتشد عشرات الألاف في شوارع كاركاس ومختلف المدن الفنزولية لمناسبة هذا اليوم الوطني الذي يسمى يوم الكرام الوطني ويوم أوغو تشافيز والمسيرات هذا العام أقيمت تكريما لقائد الثورة الوليفارية ودعما للرئيس الحالي نيكولاس مادورو يحتاجون على غزو المهاجرين مئات الأمريكيين سموا أنفسهم جيش الله رفعوا لفتات داعمة لدونالد ترامب احتشدوا على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة ليشكلوا مادة جدلية ترفع منسوب التوتر بين ولاية تكساس وإدارة الرئيس جو بايدن أحمد محيدين لا يوفر الأمريكيون مادة ولا قضية إلا وأقحموها في السباق الانتخابي بين الرئيس الحالي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب جيش الله في تكساس أخذ على عاطقه مهمة التصدي للتدفق المهاجرين قضية تمثل الطبقاً أساسياً على مائدة الصراع الرئاسي فيما يراه الكثيرون مقدمة لتمرد كبير أو لحركة انفصالية مركبات مخصصة للسفر الطويل وصلت إلى مزرعة في قرية كيمادو رفعت على متنها شعارات من قبيل كافر وانضموا إلى معركة الله ولنستعد حدودنا يأتي ذلك فيما يستمر ألاف المهاجرين في عبور نهر ريو جراندي على الحدود الطبيعية بين الولايات المتحدة والمكسيكي يومياً جو بايدن الذي يعاني مرض ما قبل الخرف عليه أن يذهب ودع شخصاً آخر يأتي ويؤمنون كل دولة تحتاج إلى الدفاع عن حدودها وتقييد وفحص أولئك الذين يأتون ويذهبون لا يهم إذا كنت في فرنسا أو إنجلترا أو إيرلندا أو الولايات المتحدة أو المكسيك لهم الحق في فحص أي شخص يأتي إلى بلدهم تأييد ترامب نابع من مكافحته بالشدة فتح الحدود وتعد أزمة تيكساس البندل أحدث في نقاش حاد بين الجمهوريين ولسيما بين حاكم تيكساس الجمهوري كرينغ أبوت والبيت الأبيض حول كيفية إدارة تدفق المهاجرين نحن هنا لتوعية الشعب الأمريكي فيما يحدث على الحدود حتى نتمكن جميعا من الاستمرار وندعم الحاكم أبوت لما يفعله حاليا علينا التكاتف لكي نؤكد أننا جميعا على الطريق الصحيح في المقابل لا يشعر الجميع بالرضى عن هذه القوافل ووصف المنطقة بالمنكوبة إدارة بايدن وصفت الأسلاك الشائكة الحدودية بالحيلة السياسية التي تؤدي إلى نتائج عكسية إذ أضحت قضية الهجرة أكثر القضايا سخونة في ساحة المعارك بين الحزبين في السباق إلى البيت الأبيض ولسيما أن ثمة من حذر من شرارة حرب أهلية أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون سيوفر مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تجديد إجراءات حماية الحدود الأمريكية وينص ما يسمى بالتشريع المكملي للأمن القومي على توفير تمويل بقيمة تتخطى المئة وثمانية عشر مليار دولار بينها ستون مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا وأربعة عشر مليارا ومائة مليون دولار لإسرائيل ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة عشرين مليارا ومائتي مليون دولار لأمن الحدود الأمريكية هذا وتعهد رئيس مجلس نواب الأمريكي مايك جونسون بأن الاتفاق سيصل ميتا إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون الآن لم يبقى لنا إلا التذكير بالعناوين المقاومة الفلسطينية تواجه قوات الاحتلال في محاور الاشتباك بالقنص والكماء وأبو عبيد يؤكد مقتلى خمسة عشر جنديا من المسافة صفر وتدمير 43 آلية عسكرية خلال الأيام الماضية معلومات للميادين تؤكد أن المقاومة الفلسطينية لن تسلم الأسرى العسكريين قبل وقف إطلاق النار وحصولها على الضمانات اللازمة وعوائلهم تتظهر مجددا في تلبيب وتندد بسياسات نتنياهو عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن والبخيط يؤكد للميادين أن قواعد الاشتباك تسرت وعلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة المقاومة الإسلامية تواصل إسناد غزة وتكشف تنفيذ تسعمائة وإحدى وستين عملية منذ بدء طفان الأقصى وفي العراق المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد القوات الأمريكية وتوثق استهدف قاعدة حقل العمر النفطي في سوريا دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت بالأغاة العربية والإنجليزية والإسبانية وعلى رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة مع الزميل من الحمرية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة